وبهاي الحالة طالما أنت ذكرت كل هالبركات وهالوعود يعني فعلا تشجعات قوية جدا طب شو دوري أنا؟ شو التزامي أنا؟ أو شو واجبي أنا تجاه الرب؟ واجبي ومسؤوليتي أقترب من الرب يعني الرب عملنا عرش اسمه عرش النعمة لهو عرش قضاء ولا هو عرش حساب يعني ايه عرش النعمة يعني مهما تكون حالتي مهما يكون ضعفي مرحب بي في عرش النعمة آجي أركع في عرش النعمة لنتقدم بثقة أمام عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عون هالقوة هي؟ آجات فنتقدم بثقة لعرش النعمة يعني هتقول للرب حيدي لقوة وانت نايم لا قرب من عرش النعمة هذا امتياز عظيم جدا يعني كتير من مشاهدين يمكن مش عم بيدر كل كلام اللي احنا بنحكيه احنا بنحكي عرش النعمة تبتتكلم عن عرش الله عن حضور الله وحضور الله آنا صار لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع الأقداس اللي كان يدخلها رئيسي أنا مرة في السنة بالدم وكده أنا كمؤمن في عرش الجديد صار لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقا كالرسل لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسد تعال اقترب إلى محضر الله تنال القوة طيب نمرة اتنين بعيد عن كلمة الله القوة هتيجي ازاي؟ هتعرف الوعود ازاي؟ حتى تخبض يمينا وشمالا لكن تعال اقترب ووجد كلامك فأكلته ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فهم الله أشجع المشاهد يقرأ الكلمة يفهمها يحفظها يطبقها في حياته يكلم بها الآخرين اوعى تبعد عن كلمة الله لأنها مصدر عظيم للقوة في حياتنا كمؤمنين وماذا عن روح الرب روح الرب واجبي اتجاه الروح القدس على الأقل تلات حاجات على الأقل أول حاجة الكتاب لا تحزينوا روح الله الذي به ختمتم اليوم الفداء وإيه اللي بيحزن الروح القدس مش خطوية كبيرة يقول لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم كلنا لا تخرج كلمة رديئة من أفواهكم ولا تحزينوا روح الله الذي به ختمتم اليوم الفداء واجب المؤمن أنه لا يحزن روح القدس ولو حصل بسرعة إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفل لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم عشان ترجع لي فرحة الخلاص الواجب الثاني لا أطفئ الروح القدس في فرق بين الإحزان حدث أكيد عارف طبعا بس عشان مشاهد يعني في فرق بين الإحزان والإطفاء الإطفاء لا تحتقر النبوات لا تطفئ الروح يحتقل النبوات ربنا يكلمني سواء في كلمته أو سواء خادم بيوعز على المنبر ونحس الكلام ليا ربنا بيقولي أهو بيتكلم بطريقة نبوية وأنا أقول لي مش ليا تصدق أنا مرة كنت بعص في كنيسة وقعدت أقول حاجات بنروح للقدس موجودة في الشعب الناس اتهموا الأسيس إنه هو قال لي أصرار الناس ورح هو قال لي وقف جنبي قال لي قول أقول صدق في المسيح ولا أجذب قال لي فيه أسيس قال لي قول كده قال لي حاضر أقول صدق في المسيح ولا أجذب قال لي أنا قلت لك حاجة من الكلام اللي أنت قلته ده واو ده كانت تاني يوم وتقول لهم عرفت يا شعب الرب اتهمتوني أني أنا قلت للخادم أسرار البيت بتاعتكم ده الروح القدس بيكلمكم هنا دي رسالة نبوية حينما أحتقرها وأقول مش لي أنا هنا بحتقر النبوة تروح القدس يعمل إيه ينطفق داخلي الأحلى والأحلى في أفضل الخمسة لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل يمتلئوا بالروح من وجودي في الشركة مستمرة مع الرب أعطي المجال للروح القدس أنه يمتلك حياتي ويملأني هذا هو واجبي تجاه الروح القدس سلاسة مصادر للقوة يا مؤمن مليك الشعزر في ضعفك لأن المسيح معاك ووعده وكلمته معاك والروح القدس يسكن في داخلك تشدد يا زر بابل يقول الرب وتشدد يا يهوشع بن يهو صادق الكان العظيم وتشدد يا بقية شعب الأرض فإني معكم حسب الكلام الذي عهدتكم به عند خروجكم من مصر وروحي قائم في وسطكم لا تخافوا ترجمة نانسي قنقر